سلام حبيبتي صحا عيدكم تعيدوا تعودوا عقب العام الجاي ان شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم على جميع الامة المسلمة نتمنى قاعد تكونوا عيدوا غاية بصحة وعافية مع الاهل المجموعين مع الاحباب نتمنى قاعد تكونوا عيدوا بصحة وعافية ليما عيدوا شهد العام ان شاء الله عقب العام الجاي وكل عام وبركته وكل عام وخيرة لما ننسوا صحاب الباك اللي من شاء الله فرحونا قائل الدول باك نتمنى لهم حد موفق ولي ما تدوش حبيباتي العام جاي مازال باقي العوام وان شاء الله تعاودوه وتدوه ما خير حبيباتي اللي ان شاء الله جيت نشارككم بروتين تاعنا تالعيد كيفاش نفوتو هديك يومين تالعيد لما نطول عليكم حبيباتي خليكم تشوفوا معنا هنا بعد ما كنا نضنا الصباح وتقهوينا كين غير موالي تشرب حليب الصباح تقهوينا وتكن على بركة الله هنا اياك كما راكم تشوفوا دبعنا الكبش وتاعنا وهنا رانا نبدي نسلخوه فيه ديت لكم مقتاطفات صغيرة على العيد تشوفوا كيفاش غفوتنا العيد هنا بعد ما صلخنا الكبش وعلقناه رحنا نحضر الفطور نحنا الفطور تاعنا نضيروا الدورة بالحمص هنا يجبنا الكيكوتا تاعنا وحطينا فيها كمية قليلة تازيت زيت عليها هنا زيوش حبة تاباصل متوسطين قطعناهم غندل زيت عليها هنا يا رياء مع الكرشة زيت عليها الامعاء هدوك الرجاج حطيت الكل مع بعض ورح نحط هنا يا ليزي بيس حطيت الملح هنا الملح يكون على حساب الدوق ثاني على حساب الكمية تاع الدوارة اللي راح نديروها زيت عليها هنا يا السكن جبير تقريبا نص مغرف كبيرة هنا يا ربع مغرف تاع كركب وكمية قليلة تاع الحرور بس كيو غضين بعدا نزيد لها راس تاع جوية نخلط لكل مع بعض ونحطهم على النار يتقلوا لمليح كل ما يتقلوا راح ذاك البصل يطلق لنا المتاعة هنا نحطهم على النار كمية الحمص اللي راح نحطها قليلة نزيدها معها هنا يا راح نزيدها معها بعد ما تقلالي الطاجين تاعي مليح راح نمرقع ليه هنا الأخوات اللي يريدوا يزيدوا حبة طماطم هنا صغيرة يرابوها ويزيدوا معها أنا ما زيتها حطيت عليها الماء راح نغطي الكيكو تاعي ونخليها تطبخ بعد ما طبخت لي هنا تقريبا نص ساعة هكا بعد ما الكيكو تاعي طابت حليت عليها زيت عليها حبة بططة كبيرة وزيت مغرف طماطم مصبار وخليتها الطيب وهنا كما راكم تشوفوا هذه هي مائدة لفطار تاعنا اليوم الأول هذا الدوارة تاعنا بعد ما طابت كي مراكم تشوفوا جا تتشهي شاهيتكم في الجنة حبيبتي هنا يا حضرنا السلاطة وهنا يا كنت عدنا العين دوارة شويتها أختي هكا على حسب ما تاكل وهنا يا حطيت هادو هكا درت فيهم ليسوس مع الزيتون والحر وهنا يا كنت عندي بعد فواكه تاع الموسم هكا زين تهات زين خافيف باش المائدة تاعنا تجي تشاهي مع العاصر كان هدا هو الافطار تاعنا تاع نهال لول تاع العيد كل واحد والعادة والتقاليد تاعك خلوا لي في كومنتيق متوما شاتف فطروا نهال لول كي لي فطروا بلا الكبدة احنا الكبدة نخلوها حتى الحشية وهنا يا بعد ما افطرنا وكملنا ونقينا هديك المرسى تاع العيد سيقنا ورحنا هنا يا نحضروا العصبان هنا يا كي ماركم توفورا عندي هنا يا بون بعر ونقول عندي المصرى الغليد خليتها أكوتي والأمعاء الدقيقة تاعنا الرقيقة هديك قطعناها عندي هنا يا كمية عرية مع هديك طلاقة نسا كما نقولولها قطعتها تاني هكا بالمقص قطعتها ماما عندي حبة باصل هنا يا كبيرة مقطعة تاني مربعات نحتاج هنا يا كمية تاع معد نوس مع النعناع وعندي التوم تاني مقطع وهنا يا الكرشات تاعنا الي رح نعمر فيها العصبان هنا يا جبت قيناء حطيت فيه هنا يا الامعاء تاعنا رح نزيد عليه هنا يا الريا مع كمية تاع الكرشات تاعنا زيت عليها هنا يا حبة باصل كما قلت لكم كبيرة مقطعة مربعات هنا كيناء واحد البعض الاخوات يديروه في الروبو يديرو كلش في الروبو يخدموا العصبان تحهم يحطوا كلش هنا نفضلو هكا على الطريقة التقليدية كيمهنا يزيد له المعدنوس مع النعناع والتوم رحنا ينضيف له التوابل نحتاج الملح رح نزيد عليه فلفل اسود كركب هنا الكمية رح تكون على حسب كمية العصبان اللي رح نحضروه رح نحتاج هنا يا سكن جبير ونحتاج في الاخير راس الحانوت وهنا يا كل كل منطقة وتختلف طريقة العصبان تاحا كيليزيدوا معه الحمص كيليزيدوا معه الزبيب نحن لا نزيدو شماح نحتاج ينطيبوه في المرقة التاعه نديرو الحمص تبقى هنا يا الماكلة ادواق كل منطقة كيما قلت لكم يختلف في تحضير هذا الطابق التاحا كل منطقة وكل بيت كي نضيف واغي في منطقة واحدة وكل بيت كيفاش يحضرها هنا نخلطهم ليح باش هدو كل الامعاء التاعنا يتشربوا هدوك النكهات والتوابل خليتهم رحولي حتى المبعدة عاد زيت عليهم هنا كيما راكم نشوفو كات عندي كمية تاع الحم قليلة تحدو كليجو فلاكوت زيتها معاها وزيت معاها تقريبا كيما راكم نشوفو نص كاس تعروز ورح نخلط للكل معابد بهذه الطريقة احنا نفضل نخدمه باليد باش يتأكد باللي كامل هدو كناكهات راهم تشربيني راح نخلط للكل معابد ومن بعدا نجيب العصبان تاعي الكرشات تاعي باد ما كانت ورح نحتية العصبان تاعي مثل هدو كهنارة كتاب العصبان تاعى باد beta 3 وحدة كبيرة وزوج موايا راح نخلط هادو كرناكهات عنها كه هذا ما كانوا كيلوت راح نخلط هادو كهات تاعي ملاح ومبعدا نعمر الكرشات تاعي بادا نجيب الكرشة هنا بعد ما كنت خليت لها هكا مكان قليل ونعمر بها الكرشة ونبدأ نعمر العصبان بتاعب هاد طريقة حتى نكمل كم الكمية اللي تكون عندي ترجمة نانسي قنقر هنا حبيبتي كما راكم تشوفوا هادا هو العصبان تاعي هنا بعد ما خيطنا هادا الزوج حبات اللي درناها الصغار وهادا الحبة الكبيرة اللي خرجت لنا كما قلت لكم احنا باسكن طيب والصباح للدوارة كمية اللي تبقى نحضروا بها العصبان وهنا بعد ما حضرنا العصبان تاعنا كنا درنا قيلولة وريحنا مليح ربوزينا ونبدأ نحضروا الحشات تاعنا نحن في الحشات عنها للولد على العيد نديروا الملفوف هنا يا بعد ما الكبدة كنا طيبناها نص طيب ملحناها وطيبناها ومبعدا لفينا عليها هادا الشحم وراح نطيبوها ملفوف للحشة بهاد طريقة ونحطوها تنشوانا وهنا كان وعدنا لغونيو بتاعنا تاني درنا في سفود باش من بعدا نشوه وهنا يا حبيبتي بعد ما كنا حضرنا طاولة العاشاء هدا هو الملفوف التاعنا ربي ان شاء الله يدومها نعمة لنا وعلى الجامع كما راكم نشوفو هادي هي المائدة التاعنا كانت مائدة بسيطة ان شاء الله كما قلت لكم لي ما عيدوش هاد العام يعيدو العام الجاي ان شاء الله ولا يتقنطوا ما رحمته الله كل واحد وربي شارعه كاتب له وهنا يا كانت ماما بعد ما نطعب البوز اللوف قلعت كمية كان غهي يلي تاكل قلعة الكمية حطتها بشتاكل الدوق منها شوية وهنا يا بعد ما كنا كنا كملنا اليوم الاول تاعنا نروحوا اليوم الثاني هنا يا بعد ما نضنا ما كنا ما نضناش بكري احنا يا في اليوم الثاني نحضر لي بروشات مع الكوتلات نديروهم في الفطور وفلحة هنا يا حطينا كمية اللحم نقطعيناها مربعات راح نضيف له التوابل حطيناها السكن جبير الحرور ثوابل اللحم نزيدنا عليه الملح وهنا يا نزيد عليه كمية المعدنوس هنا يا التوابل على حسب الدوق يبقوا نزيدنا عليه كمية المعدنوس كنا قطعناها كما لكم تشوفوا رقيق نضيف لها هنا كمية موتارد حبيبتي ستقوني هاد التوابل في هاد الخلطة تعلق اللحم العبروشات والله العادم يجي طريين وتجي اللحم تعلق جبنين هنا يقدف لها تقريبا نزوج مغارف كبار تعلق موتارد وراح نضيف لها هنا مغارف كبيرة تعلق زبدة ونخلط لكل مع بعض حتى نحسب لي هادك اللحم سيتشرب لي كهدو كالنكهات نخليه مدى مليحة حتى يتشربنا مليحة عادا نبدأ نعمر في السفافي دي نخلط مليح بالأيدي حتى نتأكد بلي كامل هادك اللحم تتشربنا هادو كالنكهات هاد الخلطة تجي بنين بزاف هاد الخلطة المتامدة عدنا في الدار شعام نعم حنا نديروها والله العادم اللحم تجي بنين بزاف واللحم تعنا يبقى نطري نقوم بزافة حتى نشرب هادو كالنكهات ونعمر في السفافي دي ثم نضيف لهم شلالتوابل ونضيف لهم شلالتوابل المجمرة كانت مشعول نضع السفافيد ونجعل الحمد ينشوه كما رأيكم هذا هو الحمد كانت هذه هي طاولة الإفطار اليوم الثاني من أيام العيد نتمنى حبيبتي تعجبتكم المائدة كانت مائدة عادية بسيطة هنا كانت بقيتنا الدوارة حميناها على الكود وهذا المانوح نحن نطيبه في الصباح نحن نطيبه في الحشية كما رأيكم تشوفوا كنا نشوه ونأكله وهنا بعد ما شونا وكملنا كانت لدينا الفلفلة المجمرة المشعول شونا لديك الفلفلة جيب نينة بزاف شوناها على النار ونفس الموني تانا كانت بالنسبة للعشاء تانا اليوم الثاني نحن نديرو غلي بغوشات ما عليك ربي ان شاء الله يدومها نعمة لنا وعلى الجميع كما قلت لكم اللي عايدوا هاد العام ساحتهم ولي ما عايدوش العام الجاي ان شاء الله كامل تعايدوا وصحاب الباكتاني اللي داو الباكت تحم هاد العام نقولوا لهم صحتكم ان شاء الله مستقبل زاهر لكم ولي ما تداوش هاد العام عام الجاي ان شاء الله وهنا يا حبيبتي نكون وصلنا الاخر الفيديو تانا نتمنى الفيديو تاناها اليوم عجبكم ونردكم ولا اعجبكم حبيبتي ما تنسوش تشتركوا في القناة بارتجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء الى اللقاء في فيديوهات جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة